اكدت دكتورة جميلة السلمان استشارية الامراض المعدية والامراض الباطنية وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا اكدت اهمية مواصلة البناء على ما تحقق من انجازات في اطار خطط التصدي للفيروس السلمان اشارت الى ان مواصلة الالتزام يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع وذلك من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واشارت الى ان لبس الكمام اختياري في المناطق الداخلية والخارجية وفق تعليمات الارشادية التي اعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا